اليوم احنا سعيدين جداً أنه نأتي مرة أخرى إلى جمهورية المصر العربية ونطلب المشروعين اللي هم النموذجين كبداية لمشوار بدأ منذ عام أو أكثر عندما وضعنا الخطة الوطنية المصرية لإنتاج والاستهلاف المستدام هذه المرحلة هي إطلاق مشروعين على واقع الأرض حتى نجهز الأرضية المناسبة للعمل من قبل جميع أفراد الشعب سوف يمس المواطن المصري العادي إذا بدأنا بهذه المشايا يعني صحيح احتفلنا ووقعنا وراح يكون في مشروع نشكر على السياسات لكن الهدف النهائي الهدف النهائي هو هدف مثل ما تفضل سعادة المهندس وهو هدف اقتصادي اجتماعي بيه متكامل نحن عندما نحمي البيئة نوفر بدائل للمواطن المصري أنه يوفر على جيبته وعلى الفاتورة التي يدفعها في نهاية الشهر